الحمد لله العزيز القوي الغافر الذين اضرى اصحاب الحديث في القديم والحديث ورفع قدرهم في مضارع الازمان والغابر ووضع لهم يوم القيامة علوا لشأنهم من نون منابر والصلاة والسلام على من درجة احتلواء حمده كل كابر وانقطعت بوجوده اوصال الشرك فاصبح وهو دابر وعلى اله الطاهرين والرضى عن اصحابه الطيبين سواء الاكابر والاصاغر يقول الناظم رحمه الله حمدا لمن نزل احسن الحديث وصلواته تسح لا تريث على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل اقواله حمدا لمن نزل احسن الحديث حمدا كما سبق بيانه منصوب بفعل محدوف وجوبة لانه نائب عنه والاصل احمد حمدا حمدا لمن اللام هنا للتبيين متعلقة بمحدوف فاللام للتبيين اي لتبيين المفعول هنا كما قال الشيخ العلامة المهدي بن محمد الوزان في حاشيته على شرح ابي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي لنظم ارقاب الحديث بيان ذلك ووضحه قال ولم يذكرها في الالفيات والتوضيح وادكر هنا خلاصة وجيزة لهذه اللام التي شغلت النحاث كثيرا ولم تأخذ حقها من الشرح والبيان فلم التبيين تبين ان مصحوبها مفعول لما قبلها من فعل تعجبين او اسم تفضيلين كقولك محمد احب لي من خالدين ما احبني للعلم ما احمل علي للمصائب فما بعد اللام هو المفعول به وانما تقول محمد احب لي من خالدين اذا كان هو المحب وانت المحبوب فاذا اردت العكسة قلت محمد احب الي من خالدين كما قال الله تعالى ربي السجن احب الي على لسان يوسف عليه السلام قالوا وهي ثلاثة اقسام القسم الاول ان تبين انفعول من الفاعل وهذه تتعلق بمذكور وضبطها ان تقع بعد فعل تعجب او اسم تفضيل مفهمين حبا او بغضا تقول ما احبني وما ابغضني فان قلت لفلانين فانت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما وان قلت الى فلانين فالامر بالعكس القسم الثاني ان تبين الفاعل اي من قام به الفعل كقولك مثلا تبا لزيد وويحله فانه في معنى خاسر وهلك فزيد هو الفاعل واللام متعلق بمحدوف ارادتي كائنة لزيد القسم الثالث ان تبين المفعولية مثالها كما في المغني سقيا لزيد واجدعا لك سقيا لزيد سقاه الله على تأويل كما قال بعض العلمائنا واجدعا لك قطع الله عنك الخير فهو او جعلوه في مقام الدعاء جعلوه دعاء على الانسان جدعا له وعقر كما في المثال نصبها في حد الدعاء على اضمار الفعل غير المستعمل اظهاره فهذه اللام لا تتعلق بالمصدرين ولا بفعليهما المقدرين لانهما متعديان بنفسيه ما كالمصدر فانها لام تبين المدعو له او عليه ان لم يكن معلوما من سياق وغيره والتقدير ارادتي لزيد قال الناظم رحمه الله حمدا لمن نزل احسن الحديث حمدا لمن اللام كما قلنا للتبيين متعلقة بمحدوف اي هناك خبرون لممتدأ المحدوف والجملة جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له قيل للناظم رحمه الله من تريد بالحمد لما قال حمدا لم يذكر المحمودة فكأنه سئل رحمه الله من تريد بالحمد فقال ارادتي لمن نزل احسن الحديث ويقصد الله تعالى قال احسن الحديث ويقصد القرآن العظيم لقوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا اي قرآن وفيه براعة الاستهلال كما سبق بيانه كما سبقت الاشارة اليه وهي ان يأتي المتكلم في اول كلامه بما يشعر بمقصوده قالوا ايضا للتورية بمقصود النظم وتوجيه البراعة والتورية ان يطلق لفظ له معنيان قريب وبعد ويراد به البعيد وبيانه هنا ان احسن الحديث له معنيان لانه قال حمدا لمن نزل احسن الحديث له معنيان قريب وهو القرآن وبعيد وهو الحديث النبوي وهذا الثاني هو المراد هنا ولا ينافيه قول الشراح انه القرآن لانه قصد المعنى الاصلية وكذلك لا ينافيه قول الناظم نزل لان الحديث النبوي منزل منزل ايضا على احد التاويلات لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى نعم اي ما هو اي شيء الذي ينطق به سيدنا محمد صلى الله اسلام الا وحي يوحى وهناك من اجازة ان يقال في الحديث انه كلام الله تعالى هناك من قال بهذا يروى هذا عن السيط رحمه الله تعالى ولم احرر مسأله وكذلك يروى في اجوبة سيدي العلامة عبدالقاض رحمه الله وفي اجوبة القاضي بردله الفقيه العلامة المتبحر امام فاس وفقيهها وشيخ الجماعة بها وقضيها نعم خلافا لمن منع التورية محتجا بدليل قوله نزل والتورية عند البلاغيين ان يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان على سبيل الحقيقة او على سبيل الحقيقة والمجاز اولا احدهما ظاهر قريب يتباذر الى الذهن وهو غير مرد والاخر بعيد فيه نوع خفائد وهو المعنى الذي يراد من مقصود المتكلم لكن يورى عنه بالمعنى القريب ليصبق الذهن اليه وليتوهمه قبل التأمر وبعد التأمر يتنبه المتلقى فيدرك المعنى الاخر المراد وهي اقسام ثلاثة مجردة ومرشحة ومبينة وتفسير هذا في مكانه لكن لا بس ان اذكر مثالا في هذا الصيق لطرافته فالله فالله سبحانه وتعالى يقول في حكاية قول بعض اولاد يعقوب عليه السلام حين اخذ يحس بريح يوسف عليه السلام ولم يكن قد وصل البشير اليه يحمل قميصه من مصر ولم يكن قد علم بما حصل لباقي بنيه في مصر هؤلاء الذين ذهبوا ليطلبوا الافراج عن بن يمين شقيق يوسف قال الله تعالى ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالت الله انك لفي ضلالك القديم لولا ان تفندون تخطئوني باني احس باحساس من اصابه الخرف وضعف رأيه فالتورية في عبارتهم انك لفي ضلالك القديم ولا يقصنون بالضلال هنا الانحراث قطعا فهذه العبارة لها معنيان المعنى الاول المعنى القريب الذي اراد الاهام به وهو انه ما زال ضلا مع اوهامه طامعا بعد نيف وثلاثين سنة من غياب سيدنا يوسف في ان يعود اليه او ان يلتقي به وضلا في شغل نفسه بالحزن عليه حتى يكون حرض اي شديد المراضي او ان يكون من الهاركين هذا المعنى الاول المعنى الثاني البعيد الذي قصدوه هو انه ما زال ضالا في اثاره يوسف وشقيقه نعم على سائر بنيه وهذا المعنى هو المعنى الذي كانوا ذكره قبل ان يلق يوسف في غيابة الجب وقد ابانه الله تعالى بقوله في اوائل السورة اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضرار المبين والتورية هنا مجردة وكقول بعض الشعراء ايها المعرض عنا حسبك الله تعالى تعالى هنا لها معنيان هناك المعنى القريب هو الثناء فالشاعر يثني على الله تعالى بالعلو وقد جاء ملائما للفظ الجلالة والعلو هي صفة لله سبحانه وتعالى فالاشاعر يصفون الله تعالى بالعلو لكن لا يقصدون العلو والحسية وانما يقصدون العلو والمعنوي فهذا ثابت بالنصوص بالقرآن والسنة فان ينزه الله تعالى عن الجهة وعن المكان اذا المعنى الاول الثناء على الله تعالى بالعلو حسبك الله تعالى والمعنى الاخر وهو الدعوة الى الحضور وهو يلائم ما جاء في العبارة ايها المعرض عنا تعالى اقبل ومن الامثلة المعاصرة التي سمعتها ووقفت عليها ان بعضهم قال باسلوب معاصر عزيزي زوج لا تتمسك دائما برأيك فلا يشترط ان تكون انت المصيب فزوجك قد تكون هي المصيبة هذا له معنايا المعنى الاول مصيبة انها اصابة الحق ومصيبة من المصائب التي يبتلى بها الانسان والمصيبة كل مكروه يحل بالانسان كما هو كما هو معلوم قال النظم رحمه الله حمدا لمن نزل احسن الحديث قال الشرح وفيه الاقتباس والاقتباس ان يضمن المتكلم كلامه من شعر او نتر كلاما لغيره برفضه او بمعناه وهذا الاقتباس قد يكون من القرآن المجيد او من اقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او من الامثال السائرة او من الحكم المشهور او من كلام البلغاء والشعراء المتداولة دون ان يعزو المقتبس القول الى قائله كقول ابن نباتة قال ذلك في بعض خطابه فيا ايها الغفلات المطرقون اما انتم بهذا الحديث مصدقون ما لكم لا تشفقون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطيقون هذا من الاقتباس ويقول ويقول بعضهم رحلوا فلست مسائلا عن دارهم انا باخع النفس على اثارهم وقد اقتبس ذلك من قوله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على اثارهم باخع نفسك قاتل نفسك يعني غما وهم من اجلهم الا ان هذا الاقتباس قالوا يشترط فيه ان يكون على وجه لا يكون فيه اشعار بانه من القرآن العظيم او الحديث النبوي كقول صاحب الرسالة وهذا مما يجوز وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيم وكقول الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه وهذا اقتباس قالوا يجوز فيه التغيير الياسير كقول قائل قد كان ما خفت ان يكون ان الى الله راجعون والاقتباس جائز بلاغة وفيه تفصيل من حيث الشرع فوقسام ثلاثة مقبول ومباح ومردود وتفصيل هذا يخرجون عن المقصود ولهذا قال صاحب عقود الجمان قلت واما حكمه في الشرع فمالك المشددون في المنع وبعض امتنا قالوا يحمل قول الامام مالك رضي الله عنه على نوع من انواعه وهو ما نسبه الله تعالى لنفسه فهذا لا يجوز ما خصه الله تعالى لنفسه فهذا لا يجوز ان يكون فيه الاقتباس وعلى هذا حمل كلام الامام مالك رضي الله عنهم كقول بعضهم وقد كتب في بطاقة انا الينا ايابهم ثم انا علينا حسابهم وهذا لا يجوز وكذلك تضمين اية في معنى هزل ونعوذ بالله من ذلك وبعض ائمتنا يفعلون هذا وهذا حرام ويخشى على صاحبه وقال بعضهم المراد استعماله كاستعمال القرآن في الشعر اما في النتري في مقام الوعظ والثناء والدعاء فهذا ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال صاحب الجوهر المكنون في مبحث التضمين والعقد نظم النتر لا بالاقتباس والحل نتر النظم فعلي في القياس واشترطوا الشهرة في الكلام والمنع اصل مذهب الامام وبالمناسبة اشتق البلاغيون من الاقتباس اربعة فروع اشتقوا اربعة فروع اشتقوا التضمين نعم واشتقوا كذلك العقد واشتقوا كذلك الحل والتلميح اما في الاقتباس فيقول صاحب الجوهر المكنون والاقتباس ان يضمن الكلام قرآنا او حذيث سيد الانام والاقتباس عندهم ضرباني محول وثابت المعاني وجائز لوز او سواه تغير نزر اللفظ لا معناه قال الناظم رحمه الله تعالى وصلواته تسح لا تريث الصلاة من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشريف وتكريم ومن الخلق طلب ذلك له والمراد طلب الزيادة لا طلب اصل الصلاة ويدقل وصلواته تسح اي تصب الصب الكثير صبا متتابعة لا تريث دون بطء وتمهل يقال ريث الولد اراثه اي جعله يبطئ او اتعبه واعياه والريث الابطاء راث يريث ريث ابطأ وفي المثال رب عجلة وهبت ريث ويروى تهب ريث ويقال ما اراثك علينا اي ما ابطأ بك عنا وفي البخاري في كتاب اللباس باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى الشد على النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه قال الحافظ بالمثلثة اي ابطأ وهذا الحديث من افراد البخاري على مسلم وسيأتي بيان ذلك في وقته اذا وقفنا عند مباحث الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسرت هذا وبينته بالادلة والله الحمد في سلسلتين سميتها بشراب اهل الصفاة في صلاة والسلام على المصطفى ونحن نعلم انه صلى الله عليه عليه وسلم ثم بحقوق الاسلام عامة هذا وقد فسرت الصلاة عليه عند المحققين بانها عطاء الهي عطاء تام كامل شامل من كل ما هو تقدير وتقير وتشريف وتكريم ومن كل ما يليق بجانب الوهية على قمة المجد في البشرية ولهذا قال المحققون ان تقيد صلاة الحق تعالى على حبيبه الاعظم صلى الله عليه وسلم وتفسيرها بالرحمة او بالمغفرة فقط تحكم لا دليل عليه عند الامة المحققين واحسبنا ما قاله الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى وما كان عطاء ربك محظورا فالمسلم يسأل الله تعالى كما يأمره الله عز وجل راجيا من الله تعالى الكريم ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما يشاء كما يشاء على ما يشاء فيما يشاء قالوا وليس من التفويد ان يقترح العبد على الله تعالى النوعا معينا من صنوف الصلاة الا ما كان امعانا في تنفيذ الامر بالصلاة في بحبوحات الحب ومن هنا كما سبق بيانه اللف العلماء المصنفات والمؤلفات في صياغ الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لإسفار عن مواجدهم وشرف احاسيسهم حيث لم يأتي مخصص بالتزام صيغة معينة في الصلاة والسلام في غير المفروضات والنوافل وقد اخذوا هذا من ساعة المعنى في قول الله تعالى فالذين امنوا به وعزره ونصره والتعزير هنا هو التمجيد والتوقير والتسام بالمنزلة والترفع في الاداء والارتباط بالقدوة مع التنزه عن ملابسة المحضور في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولهذا كانت المصنفات متنوعة فمنها كتب ألفت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في ذلك من الأحاذيث والآثار وهي أول الأنواع ظهورا ككتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ بن أبي الدنيا وككتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيرهما من هذه الكتب النافعة وهناك كتب جمعت صيغ الصلاوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلافي ومن بعدهم بقصد التعبد بها وأشهرها دليل الخيرات ومنها الكتب التي جمعت المسائل والأحكام المتعلقة بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الألام للإمام بن القيم رحمة الله عليه وكالقول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع للحافظ السخاوي رحمه الله وهناك أنواع أخرى يمكن أن ترجع إليها في السلسلة المذكورة والتي ذكرت مقاصد تلك الكتب وأنواعها على وجه البيان وعلى وجه التفصيل والمحبون الذين ألفوا في صلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم سلكوا في أساليبهم مسلكين سلكوا مسلك التصريح ومسلك الرمز والتلويح وقد عبروا في ذلك عن مكنونات الذات وتأجرج الأشواق وعرجوا في مدارج السالكين ومعارج الواصرين وجعلوها وسائل إلى الله تعالى تخف بها اللوعة وترقق الدمعه وتقرب النجاة وصلاة المؤمنين شكر ورجاء ووفاء وولاء شكر ورجاء ووفاء وولاء وفاء بالشكر لله تعالى على الرحمة المهدات صلى الله عليه وسلم وولاء للنبي صلى الله عليه وسلم وانتماء إلى رسالته وفي الوفاء والولاء والانتماء معنى الشكر لله تعالى على هذا الفضل العظيم على فضل إرساله صلى الله عليه وسلم وعلى فضل أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم وعلى فضل بالصلاة عليه وفضل بالصلاة عليه وفضل مضاعفة الثواب عليها مع أن الصلاة عليه ليست تفضلا من المصلي بل هي فرض بالاقتضاء الذاتي ثم بالتوجيه الإلهي ثم بالواجب العام إلا أن فضل الله عظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر هذا الولاء وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته قال بعض أئمتنا من لم يرى نفسه في ملك الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام التستري من لم يرى نفسه في ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرى ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال لم يدق حلاوة سنته بحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبى إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين والحديث في الصحيحين والنظم رحمه الله قال وصلاواته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الواسطة في كل إحسان وصلى أو ياصل إلينا لأن كل نعماتين وإن كانت في الحقيقة من الله لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله اقتطت حكمته تعالى أن يجعل الواسطة في ذلك التي تظهر على يديه تلك النعمة وكما في الصلاة المشيشية ولا شيء إلا هو به منط والنظم رحمه الله تعالى قال على الرسول قال على الرسول لم يقل على سيدنا محمد قال على الرسول فاستغنى بهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح باسمه تعظيما لشأنه وتفخيما لقدره لما فيه من الإشارة إلى انفراده وعدم مشارك له فيه فلا ينصرف الدهن عند سماعه إلى غيره إذا اعتبرنا ألف الرسول للعهد الذهني وكما هو معلوم ألف العربية أنواع ثلاثة جنسية وعهدية واستغرقية وما يهمنا وهو محل بحثنا في أل العهدية وهي ما عهد مدلول صاحبها بحضور حسي بأن يكون تقدم ذكره لفظا فأعيد مصحوبا أعيد مصحوبا بأل كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا وهذا يسمى عندهم بالعهد الذكري أي تقدم لمصحوبها ذكرون وهو قوله تعالى رسولا إلى فرعون رسولا رسولا إذا أردنا أن لا نقف أو ثابت في العلم أن المراد بأل شيء محدد وإن لم يذكر في السياق كقوله تعالى إذ هما في الغار إذ يبايعونك تحت الشجرة وهذا يسمى بالعهد العلمي أو الذهني أو يكون مسحوبها حاضرا موجودا اليوم أكملت لكم ديناكم ويقصد اليوم الموجود الحاضر يقصد اليوم عرفة ومن هنا نبه العلماء عن فرق بين الاسم والصفة الاسم علم دل على ذات فسيدنا محمد لاقب على الرسول الخاتم لكننا لا نلحظ الصفة والصفة ما دل على ذات وصفة تقول سعيد عالم فسعيد دلت على ذات وصفة المصدر يدل على ذات فقط لهذا الوصف المصدري جاء على خلاف الأصل تقول جاء زيد مثلا راكض وركض وكلاهما حال فراكضا لا إشكال فيها لأنه دل على الذات وعلى الهيئة وهذا هو الحال أما ركضا فهو يدل على حادة فقط أما الذات فلا يدل عليها إلا بتأويل لكن لماذا عدل عن راكضا إلى ركضا أيهما أبلاغ الأبلاغ المصدر فكأنه أصبح في ذاته وفي طريقة مجيئه أصبح شيئا واحدا وهو الركض وكقولك مثلا رجل عدل فكأنما أصبح هو العدل والمصدر لا يثنى ولا يجمع لأنه حذة وليس اسماء فقالوا رجل عدلون ورجلان عدلون ورجال عدلون ومرأة عدلون لأن الحدث فعل ولأن الفعل لا يذكر ولا يؤنت وما يلحقها في نحوي قالت مرأة العزيز هي علامات للتأنيت علامات لتأنيت المتكلم أو للثثنية أما الفعل من حيث هو فلا يوصف بذكورتين ولا بأنوتثين ولا بغيرهما أما ما غلب فيه رائحة الاسم فيجوز سثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيته وركضا وراكضا حال والحال من المخصصات في الأصول والأبلاغ هو ركضا لكونها تدل على الحدث حتى صار كأنه هو الركض إذا نرجع إلى قول النظيم رحمه الله حيث قال على الرسول المصطفى أي المختار فأسماؤه صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محظة لمجرد التعريف وإنما هي أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال ولهذا يقول الإمام بن القيم رحمة الله تعالى عليه وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل عليه الصلاة والسلام كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر إلى آخره والثاني ما يشاركه فيه معناه غيره من الرسل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاز منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله ونبي الله وعبد الله والشاهد والمبشر إلى آخره وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المئتين كالرحيم والرؤوف والصادق وهكذا وفي هذا يقول من قال من الناس إن لله ألف اسمين وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسمين كما قرر ذلك الإمام أبو الخطاب ابن ذحية ومقصوده الأوصف قال على الرسول المصطفى جمع مصطفى اسم مفعول من الصفى أي مختار ومنتقى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أي وإن هؤلاء العباد لهم عندنا مما اصطفيناهم لحمل رسالتنا واخترناهم لتبليغ دعوتنا وكلمة المصطفى مأخوذة في الأصل من مادة الصفو وصفوة كل شيء خالصه وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطفى لأنه مصطفى من جميع أدران الأوصاف البشرية هكذا قال شراح الشمائل وقيل إنما سمي بهذا الاسم وعندما نتكلم عن الأوصاف البشرية لا ندعي الألوهية أو الروبية في حق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نتكلم عن كمال بشريته عليه الصلاة والسلام قال بعضهم سمي بهذا الاسم لأنه مصطفى من جميع أدران أوصاف البشرية وقيل إنما سمي بذلك لأنه المختار لغاية القرب من ربه عز وجل فقد اختاره الله تعالى للرسالة واختصه بالشرف والعزة ومن معاني اسم المصطفى المجتبى وهناك من قال هو وصفة وهناك من قال اسم وصفة يقول الإمام الرصاع في تذكيرة المحبين في أسماء سيد المرسالين وهو كتاب ربما أضعه لكم على صفحة الموقع كتاب نفيس وصاحبه سمي أو لقب بالرساع من جده الرابع يعني كان رساعا كان نجارا مشهورا بترصيع الخشب وتزينه كالذي يكون من المنابر والجدران وما شابه ذلك وأصل الأسرات من تلمسان وقد وصفه مترجموه بالفاقيه والمفتي والعالمي وقاضي الجماعة والخطيب إلى آخره وتولى عددا من المناصب رحمه الله تعالى تولى مدة من الزمن تولى قضاء الجماعة في تونس واشتغل بالفقه وألف فيه وتصدر لفتياء ونال لقب المفتي وتصدر لإقراء العلوم وصار إماما لجامع الزيتونة وصار خطيبا فيها يقول رحمه الله المصطفى الذي فضله الله تعالى على سائر خلقه وصفاه من صفوة الأخيار وحباه بتمام الصفاء مع كمال عقله وصفوة الشيء وقال مشتقون من الصفوي وصفو الشيء ما خلص لبه فرسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة اللب من العالمين ونخبات الهاشميين وصاميم أشراف العرب أجمعين وأعز الخلق نافار وأهلاهم فعن واثلة بن أسقاع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم نعم واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فنسب النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف أنساب بني أهدم إن الله يقول عليه الصلاة والسلام إن الله استفاني وصفوة الشيء خياره وأفضله قالوا معنى اختيار الله عز وجل لمن شاء من خلقه من ذلك أن الله تعالى يختار من يشاء من خلقه إذن قالوا استفاني إن الله استفاني خصه بصفات كمال نوعه وجعله أصلا لذلك النوع إكراما له كما سبق في علمه سبحانه وتعالى ونافذ حكمه من غير وجوب عليه يقول الإمام الرصاع فكان نبينا صلى الله عليه وسلم صفوة الصفوة وخلاصة أهل المحبة وقد اصطفى الله تعالى سيدنا آدم وسيدنا نوحا وآل إبراهيم واصطفى سيدنا موسى بكلامه وبرسالته واصطفى أنبياءه ورسله اصطفاء مقيدة والنبينا عليه الصلاة والسلام فضله تفضيلا مطلقا واصطفى اصطفاء مطلقا مؤبدا وقدمه على سائر الأشخاص في جميع الأزمان وأذام ذكره مع ذكره وأذام ذكره مع ذكره أذام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله تعالى على ألسنة العالمين في كل مكان لهذا يقول أصحاب الشمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو روح الوجود ونفسه ناطقة ونسبته إلى هذا العالم كنسبة الروح إلى الجسد قال أهل العلمي إن عماد بقاء هذا العالم هو نور التوحيد فبقاء هذا العالم ووجوده متوقف على نور التوحيد لله تعالى فبنور توحيد الله عز وجل صالح العالم وثبت ووجد كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة في حديث طويل رواه الإمام الطبراني وغيره من دعاء الطائف وهو موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنوار الوجه الكريم هي أنوار توحيده سبحانه وتعالى ولذلك فمتى دهب نور التوحيد ونور الإيمان من هذا العالم خارب العالم حينئذ نقول خالبا يخرب خرب أما خاربا فيخرب مصدره خرب وخرابة خارب الرجل صار للصعب وخارب المال أو به سرقه فإذا العالم قائم على التوحيد على قول لا إله إلا الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله بالرفع في رواية أشرار الخلق بعد أن تأتي ريح فتقبض أرواح كل المؤمنين وفي رواية في المسند لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله فما دام في العالم الأرضي رجل مؤمن فإن الساعة لا تقوم لأن إيمان هذا المؤمن وتوحيده هو عمود العالم لكن إذا تهدمت الأعمدة ولم يبقى عمود منها ماذا وقع فني العالم فالذي يمسك هو التوحيد توحيد الله تعالى هو الإيمان به فإذا لم يبقى على وجه الأرض من يقول الله وارتفع الإيمان قامت الساعة نعم وخارب العالم ذهبت روحه كما تذهب روح الجسم من الجسم فروح هذا العالم هو نور توحيد الله تعالى هو الإيمان به وها هنا نتساءل لننظر ونتفكر في النور الإيماني من أين أتانا من أين أتاك أليس عن واسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن جميع الأنبياء الكرام قبله إنما أخذوا الإيمان عن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سبقهم بالنبوة إذن هو الأصل في توحيد الله تعالى وهو الأصل في نور الإيمان وهو مهبط أسرار الله تعالى وأنوار الإيمان وعنه تتنزل أنوار التوحيد في قلوب العالمين فهو روح العالم عليه الصلاة والسلام ولذلك حق لهذه الروح أن تسبق في الوجود على الجسم لأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام نعم خلقت الأرواح قبل الأجسام بألفين عام والله تعالى أعلم بصحته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروح والجسد فكل فضيلة وكل منقبة يذكر الله عز وجل أنه من نبه على نبي من الأنبياء فقد أعطاها ومن نبه على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه أشمل ويذل على ذلك قوله تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسول ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فلقد قص الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من إخبار الرسول ومناقبهم وما تفضل به عليهم ليثبت به فؤاده وقلبه الشريف وليس المراد من هذه القصص القلق أو الإزعاج فلو لم يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما قص الله عليه من فضائل ومناقب المرسلين عليهم السلام لبقي صلى الله عليه وسلم مطاربة لأنه قص عليه فضلا ومقام ما ناله ولم يتحقق به وهذا يؤدي إلى الإزعاج والقلق ولكن الله تعالى نعم يقول لنتبث به فؤادك وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نال هذه المقامات ونال هذه الفضائل قبل أن يقصها الله تعالى عليه تفسير إشاري للحقيقة المحمدية عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى والشمس وضحاها والقمل إذا تلاها فمعنى هذه الآيات ظاهر وهناك إشارة باطنة كما قال أهل الإشارة يقول الله تعالى والشمس وضحاها أشار بالشمس إلى الذات الواجب الوجود الذي به ظهرت الأشياء من ظلمة عدمها وهو الله تعالى وضحاها والشمس وضحاها أي وضحا نور ذاك الشمس يشير إلى أول موضع للتجليات الإلهية التي ظهرت فيها آثار تلك الأنوار الربانية وأقصد الحقيقة المحمدية ثم أشار إلى بقية العوالم الممكنة التي استفادت الوجود عن نور الشمس بقوله تعالى والقمر إذا تلاها ويقصدون موضع الاستفادة والأخذ وهذا يدل على أن أول المخلوقات هي الحقيقة المحمدية ومن تلك الحقيقة خلقة العوالم تقف هنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ولمعرفته ومعرفة نبيه والله يقول حق للسبيل والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة